هنا في أزمة النهاردة ظهرت اللي هي منطقة كالينجراد هذه المنطقة اللي بتمثل مقر الأسطول البحري العسكري الروسي في بحر البلطيق هذه المنطقة يعني لو جدت لك خريطة أبرايب ناسي واحد منعوا الإمداد اللي جاي من أوروبا على منطقة كالينجراد قدام حضرتك هاي يعني خريطة أبرايب ناسي لازمة بس ماشي يعني أدي حضرتكوا أدي المنطقة الحامرة دي قدامكم لتوانيا هي اللي إيه أدي بولندا قدام حضرتك هاي وادي روسيا البيضة وادي روسيا هدي المنطقة دي أرض روسي في بحر البلطيق أهو قدام حضرتكوا بحر البلطيق ده مقر الأسطول الروسي شايفين روسيا فين روسيا آه خريطة تانية أبرايب ناسي محلس كالينجراد هذه المنطقة فيها الأسطول الروسي هنا في المنطقة دي يعني دي أرض روسي فالمفروض تطلع الإمداد اللي جاي سواء جاي من روسيا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشرق ولا جاي من أي مكان هنا وقفوا العبور من لتوانيا لتوانيا هي لتوانيا هي جار لروسيا منعوا الإمداد لأراض الروسية هنا خلاص يعني لتوانيا ايه خادوا كده زي ما بقولوا يعني جرعة شجاعة وحبوب الشجاعة وقالوا لأ احنا هنمنع وصول الإمدادات لمنطقة كالينجراد اللي فعل أسطول الروسي طبعا روسيا تسكت طبعا لأ روسيا هيطلع مستشار الأمن القوم الروسي يقول الشعب الأوكراني هيدفع التامن الشعب الأوكراني الشعب اللتواني اللتواني هيدفع التامن اهو توعدت روسيا النهاردة الثلاثاء باتخاذ إجراءات جدية حازمة حاسمة ضد مين ضد لتوانيا التي فرضت قيودا على بعض البضائع التي تمر إلى كالينجراد التي تقع في أوروبا نتيجة العقوبات الأوروبية بسبب الحرب الدائرة رئيس المجلس الأمن القوم الروسي قال خلال زيارته إلى كالينجراد راح زار كالينجراد وقال إن روسيا بالطبع هترد على مثل هذه الأعمال العدائية يتم وضع إجراءات مناسبة على المستوى الوزاري وستم تبنيها قريبا وقال إن الشعب زي ما قالت وكالة انترفاكس الروسية ستكون لها عواقب سلبية خطيرة على مين على شعب اللتواني هاتر خلال التالي يا براهيم اهي يعني لما روسيا وبالروسيا دول دول متحالفين طبعا مع بعض والقصة كلها بولندا وعند اللتوانيا عند الاتفيا عند الستونيا وانت عارفين اوكران تحت اهي الحرب الدائرة دائرة بين روسيا وبين اوكران وحضراتكم عارفين دخلنا بدأنا نشوف ايه شايفين فين انا بس عايز اقول لحضراتكم التحرك تحرك الحرب ناحية الغرب ناحية ايه ناحية الدول الاعضاء في حلف شمال الاصنطي الناتو الخطورة انه الحرب كانت موجودة في هذه المنطقة تحت لما تنتقل الحرب الى هذه المنطقة دخلنا فيه تلاحو مع بولندا وما ادركها مع بولندا ولتوانيا قال لي خلاص هيدفعه التامن تابولات فيها تسكت استونيا تسكت يعني اعتقد انه الامر فلندا مش هيدفعه تفوق برضو اتصور انه الامور فيها لخبطة وزي ما قال امبارح الرئيس الوزراء البريطاني لما راح ظهر اوكرانيا قال انه علينا ان نستعد بتقويت جيوشنا ورئيس اركان الجيش القائد الجيش البريطاني قال كتب على هذا الجيل انه يبقى ربما يشهد حرب عالمية فرنسا نفس الكلام اتصور انه كل المخرجات اللي بتجيلنا عبر المخبار وعبر الافادات الاعلامية بتقول ان الحرب هتطول ممكن سنة سنتين ثلاثة الله اعلم مش عايز برضو ارجع وقول ان احنا بنخوف الناس احنا عاملين نقرأ زينا زي بعض وعملين نحاول نحلل ونربط عشان نفهم لكن كلام الزعماء الموجود هو انت هو الناس برضو تتخيل ان زعماء دول العالم قاعدين ناس عقلة بقى وبيعودوا يشوفوا الصحة فين والغلط فين ومش عايزين حرب وعايزين العالم يعيش في سلام لا 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 كل الكلام ده كلام نظري لانه لو زعماء العالم كلهم بهذا العقل ما كانش حصلت حروب اصلا وما كانش حصل الحرب العالمية التانية ولا الاولى اللي مات فيها عشرات الملايين من البشر وبعدين حد يقول لي يا عم ما هو ده يبقى غلط هيغلق يبقى غلطان لو خد حرب كذا طيب ما هو يعني هيبقى غابي لو عمل كذا الاخطاء بتصنع التاريخ والاغبياء ايضا يصنعون التاريخ هو عاستفكر الاسكاء بس اللي بصنعوا التاريخ التاريخ بيصنعوا ناس مرضى نفسية بيصنع التاريخ بيقوم يقتل حد يعمل حد يشعل حرب واحد غابي ياخد قرار غابي يشعل يقتل تاريخ ايضا بالتالي انا دائما ما يساورني الشك والقلق من جراء اتخاذ قرارات غير مدروسة هتقولك يا عم يعني انت جاي تنظر من مصر من برنامج من قناة مصرية قد كده عملت نظر وتقول انه ممكن يغلط رئيس مش عارف نين وزعيم مين ها ما بيغلط وابتقدنا اخطأهم الى كوارث وإلا ماذا تسمي الحروب الدائرة وإلا ماذا تسمي هذه الاصراعات الدامية والضحايا بالملايين من جراء اتخاذ قرارات خاطئة